السلام عليكم السلام عليكم. هناك من يتحدث ويقول لك أنت تحارب الإسلام. أنا لا أفهم هذا كلام. ما معنى أن شخص يحارب إسلام. وما الضير يعني. أنا أحارب إسلام. شو المشكلة يعني? هو حتى لو افترضنا أنك تتهمني بينني أحارب إسلام. فأرجو أن تقول لي أي إسلام تقصد. يعني هل تقصد الإسلام الخاص بك يعني الذي أنا أحاربه. إنه إسلام خاص بك. سمهل قال أنك تمد الإسلام حتى تتهمني من أحارب الإسلام. وأيضا من جهتي. إذا آني أحارب إسلام. شلو مشكلة؟ هو ليس شخصا حتى أحاربه. أنا لن أقلب الدنيا ولن أغزو الناس آمين في بيوتهم وأقول لهم أنتوا كذا. الإسلام هو فكرة موجودة داخل كل إنسان. مثل أي فكرة أخرى. وأيضا مربما شخص يقول لي أن تتحارب مسيحية. أي مسيحية. أكو عشرة آلاف طائفة. فهذا كلام عام سمج ويدل على غباء من من التحدث به من جهة. أو استثمار لموضوع ما يبدو هناك طلب عليها بين الناس. فهذا يدعي بأنه هو صاحب البضاعة المهمة فيه. هو سوق كما يعني بعبارة مختصرة. أنه هناك سوق وهناك بضاعة عليها طلب كبير. فالكل يدعي بأن أفضل البضاعة موجودة لديه. فالإسلام والدين المسيحي والإسلامي الشيعي والسني. كل واحد يدلل ويسوق لبضاعته ويدعي بأنه هو أفضل من يقدم هذه البضاعة. هي المسألة هكذا. بعدما يتهمك بأنك تحارب الإسلام. معنى المعاني هو يقول لك تقطع رزقيا. هي هاي الفكرة. بك شيء آخر. أنا من يتحدث بهذه الطريقة اعتبر الشخص آآ يعني يعمل في سوق ما لكن ليس بالسوق البضاعة الاقتصادية والمالية والتجارية وأي نوع من مع البضاعة. لكن البضاعة الروحية. فهذا الشخص سيكون يعول على هذه البضاعة الروحية. ويبدو أنه هو يريد أن يبني أو يكون رأس مال روحي بين الجماهير المتطلعين لهذه البضاعة الروحية ومتعطشين لها. فبالتالي هو يجي عندما أنا أتحدث عن هاي البضاعة ويقول هاي البضاعة بها مواصفات جيدة. بها مواصفات تحتمل كذا وكذا. هناك نوع آخر من هذه البضاعة يمكن أفضل. الشخص الذي الأشخاص الذين يقومون على هذه التجارة هم يعملون بطريقة غير نزيهة. ممكن. فهذا بالتأكيد هذا الشخص من يأتي أشخاص مثلي ويقيم هذه البضاعة الروحية. ويقول أن هناك أشكالات في هذه البضاعة. وهذا تقدم بطريقة خاطئة. تقدم بيتم التعامل معها بطريقة تجذب الأنظار. تخدع المستهلكين. هذا كلها. فبالتأكيد أنا أكون شخص ضار بالنسبة له. لكن كيف ممكن نحسم هذه المسألة؟ نحسمها بطريقة واضحة. أنه نفتح السوق بدأ من أن نجعله محتكرا على مجموعة أو محددة. نفتح السوق ويبدأ الجميع يطرحون بضاعتهم كما يشاءون. سير تجارة حرة. أما احتفاظ بسقف الاحترام المتبادل الذي يرغم عليه كل شخص. يتم ارغام كل شخص على أن هذه البضاعة التي يقدمها هي بضاعة تم نشرها بطريقة نزيهة وضمن الشروط ومحددات. تسمح له بأن يعمل كما يشاء لكن لا تسمح له بأن يتطاول على الآخرين أو يتطاول على من يبدي رأيه في هذه البضاعة. بس على دينية. وذا دينية وذا مقدسة. هي حالة حالة أي بضاعة أخرى. فبالتالي من حق الجميع أن يبدي رأيه في هذه البضاعة. أنا لم أوجه اتهام إلى أحد لم أخدأ أحد لم أجرحه شخصيا إنما أتحدث عن شيء اسم إسلام وتحدث عن شيء اسم دين مثل ما أتحدث ضد مثلا موضوع نظام الحكم ضد دستور ضد قانون ضد مسألة تاريخية مسألة مساءل عامة مفاهيم كثيرة ضد العقل مع الروح مع أشكال لا أحصر كل كلمة في اللغة هي أبارة عن مفهوم. فالإسلام هو أيضا كلمة ضمن كلمات. وحتى كلمة الإسلام هي معناها المعاصر يختلف عن معناها قبل 1500 سنة. يختلف اختلاف جذري. فبالتالي هذا الكلام يجب أن توقف عنده ويجب أن ندرك بأن من يجيب لهذا النمط من الحوارات عليه أن يدرك بأنه يكشف غباءه ويكشف محدودية التفكيره وبالتالي عليه أن يراجع نفسه ومن أن يدرك بينهم الكلام مفتوح للجميع ممكن ونعلك من يقول أنا بضاعة هي الأفضل وغصبا عنكم يجب أن تشترون هذه بضاعة وتستهلكوها ثم تشكرونني عليها وقبل تقبلون هذه تمام. يبدو هي هكذا. لابد أن أشير إلى مسألة مهمة جدا أن من يتهمك بأنك تحارب الإسلام بالحقيقة هو ضمن يحول الإسلام إلى الصنم وهذا الصنم لابد أن يحذر من التحرش به الجميع أو حتى التقرب إليه أو مسه بأي كلمة أو حركة وهذا فعل بالتأكيد هو وثني والعلاقة بالأوثان والمجتمعات البداية الدين التوحيدي أتى بالمناسبة مدعيا بأنه جاء ليحارب هذه القضية وغالبا ما تكون المشكلة هي هنا هنا دائما تجد الثائر على نمط قديم يتبنى النمط القديم بدون أن يشعر ولكنه يعبر عنه بأشكال مختلفة وهذا يتضح من خلال وجود أشخاص يستفزون مباشرة عندما تتحدث عن موضوع الدين باعتبارة شيئا عام وهذا شيئا عام يتعلق بحياة النازم يعني عنه من حقي واحد أن يتحدث به لكن ليش ويت؟ لأن تم تلقينه على هذا الدين أي دين كان إسلام أو غيرك أو حتى عقيدة هذه التربية تعلم على أنه يطيء هذا الصنم وهذا الوثن وبعد ذلك ما علينا إلا أن نرأي مشاعره المفارقة وين؟ عندما تذهب على المواقع الإسلامية تجد أنهم يحتاجون على أبادة أوطان وأصنام الكثير منها يقولون الأوطان حين تتحول إلى أصنام مثلا ويقول لك أنه مثلا صحيح بالوطن مسألة مهمة والناس فطرت عليها ولكن أن الإسلام جعل الدفاع عن الأوطان فريضة لكنه بالحقيقة يقول بأن الدفاع عن الوطن فعلا فكرة الوطن هي فكرة بها نوع من القداسة لكن ليست القداسة الإلهية الدينية فكرة الوطن هي بالتأكيد تكون منافس لفكرة الإسلام فبالتالي هذا الإسلام عندما المسيحية أو أي دين قديم يجد من فكرة الوطن فكرة لا تصفي صالحي ويعتبره منافس خطر جدا لفكرة الإسلام لأن فكرة الوطن ممكن أن يضحي الإنسان بها بنفسه تلقائيا الإنسان يشعر بالانتماء الوطن أكثر من الانتماء للدين ولهذا السبب الشول هو أن نلاحظ الإيرانيين مثلا والمصريين تحديدا وأيضا الأتراك نوعا ما أكو شعوب دائما أتى الانتماء للوطن أكبر الوطن والقومية والجماعة التي ينتمون إليها أنتماءهم الإنساني القبيلي أو العشائري أو أشي يسميه قومي أنتماءهم أكبر من أنتماءهم الديني هل دائما يفرق بين الشعوب المختلفة فتجد المصريين مثلا ما زالوا أنتم حب الوطن مسألة أساسية لا تقبل النقاش لكن مع هذا هناك اختراق كبير من قبل الإسلاميين لهذه المسألة وكثير منهم صرحوا فعلا بأنهم ضد الوطن لماذا؟ لأن الفكرة الوطن هي فكرة منافسة الخميني في إيران كان أدى مشكلة خطيرة جدا قال فكرة الوطن هي فكرة سامة أدى عبارة من هذا النوع نفس الشعوب وما زالت مشكلة إيران الآن أو السلطة الإيرانية الآن هي مشكلة أن الإيرانيين يعتزلون بثقافة متاريقهم بل رفضوا فكرة أن تكتسحهم اللغة العربية والثقافة العربية وما زالوا حتى هذه اللحظة يرفضون التخليع عن وطنيتهم وما زالوا يحتفلون بادياء باحتفالاتهم النروس وغيرها ولم تستطع أي سلطة دينية رغم أنها أكبر وأخطر سلطة دينية مارسة سلطت عليهم خلال أربعين سنة ومع هذا ما زالوا الآن تجدهم في الشارع يتحدون الرمز الديني بطريقة أو بخرى لكن هما مع هذا أعتم دينهم أعتم إيمانه الديني وباقي باقي لكنه إلى مساحته لا يسمح لهذا الانتماء الديني أن يطغى على انتماء آخر الأكراد أتم هذه المسألة أيضا هذا إلى علاقة طبيعة كل مجتمع وظروفة وتاريخة يعولون على فكرة أنه الانتماء الديني والنهانة الإسلام هو كل شيء أو المسيحية أو الانتماء الهندوسي أو البوذي فهؤلاء دائما يحاولون أن ينظرون بمنظار الشرك بالله وأيضا منظار التقديس المبالغ به لأشياء لا تستحق التقديس بعدما تجد تحدث مع رجل الدين مشهورين يعني يقول لك الأهواء هذه الأهواء التي تنشرها العلمانية والدول الغربية والثقافة الغربية هي أكبر مثال على عبادة الأصنام في حياتنا وهذه العبادة تركز دائما على مستوى الأفراد وهذه العبادة التي جعلت الإنسان يلهث وراء رغباته ويحاول جاهدا إشباع نزواته وتلبية أهواءه وبدون بغض النظر عن التفكير في العواقل طبعا المقصود في الآخرة وما إلى ذلك يقولون هذا الإنسان المعاصر الذي تبنى الوثن العلماني أو الوثن الحياة الدنيا الذي يسميها أهواء هذا إنسان تخطى حدود الله وتجاوز حقوق العباد فبالتالي هذا يمكن أن نعتبر هواه صنم يعبده من دون الله طبعا هناك آية قرآنية يعني طريفة يجب أن نطلع عليها وكلمة طريفة ليست بمعنى المعتاد معناها مختلفة الآية تقول ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله يعني لا أحد أضل ممن اتبع في الدين هواه بالحقيقة هذه الآية تستحق التوقف من يتهمك بأنك تحارب الإسلام هو بالضبط هذه الآية تنطبق عليه ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله يعني هو هذا بالضبط الذي آمن بالله ومع هذا هو بالحقيقة لم يؤمن بالله هو اتبع هواه فقط وبدأ يلقي التهم على الآخرين بأنه مؤمن وأنه يمثل الإسلام وهذا الآن أعتقد 99 أو 999 بالألف من الناس لديهم هذا النوع من الضلال وهذه الآية تؤكد وتشير إلى قضية لا يمكن على إطلاق لأي متدين ولأي شخص يؤمن أو يقدس شيء أو يعبد شيء لا يستطيع أن لا يكون من هؤلاء الذين يتبعون أهوائهم بالتالي المفارقة هؤلاء أنفسهم يتهمون الآخرين بأنهم يجعلون من أهوائهم أصناما لكنهم لا يرون أنفسهم بالحقيقة هم أنفسهم الذين يتبعون أهوائهم ويتهمون الآخرين يميناً وشمالاً في كل مناسبة والسبب يعني هم مساكين بصراحة لأنه هو ما يقدر يطلع من الإطار الذي يعيش به شيء يساوي كل اللي أرجوه أنه من يتهم الآخرين ويبادر فوراً إلى اتهام الآخرين بأن هذا ملحد وذلك كافر وذلك كذا وهذا يعبد أهواء وهذا يمارس كذا وهذا يحارب الدين يحارب الإسلام هذا يحارب الشيعة يحارب العلماني أي اتهام كان عليه أن يعرف بأن هذا الأمر يضره أو يعبر عن شخصيته البسيطة السطحية في الفهم والتفكير أكثر مما تعبر عن رضبة وانزعاجة من الآخرين بالعكس أنا أنا أشوف أنه من يتهمني بهذا اتهام أشفق عليه كثيراً وأقول هذا الشخص بالتأكيد لم يصل إلى مرحلة من الرقي العقلي والإنساني المرحلة الكافية لأن تجعله على بين مما يتحدث ولديه شيء من العمق والروية والقدرة على فهم واقع الحياة وصعوبات الحياة وكل تداخلات تداخلات المشاعر والرؤى والتصورات الإنسانية فيما بينها وهذا بالتالي يجب أن ينتشر هذا الفهم أن يجب أن لا يستعجل الناس في اتهام الآخرين بطريقة سريعة مجرد أن هذا التيار السائد وهم يسيرون معه أعتقد هذه مسألة مهمة جداً شكراً جزيلاً وآسف على الإطال مع سلام